مع اياد دهماني ولكنا نسائلوا على طبيعة العلاقة بين الاتحاد والسلطة هل أني باش تمشي إلى أكثر انسجام وتناغم وإلا أكثر اختلاف اليوم ظهر لي تتنوع التوصيفات بين اللي يحكي على أزمة بين اللي يحكي على قطعة بين اللي يحكي على توتر في العلاقة بين الطرفين والأكيد أنه هذا يكن حاضر في بيان اتحاد شول ليذكر الاتحاد اللي هو كان مساند لمسار 25 جوليا يقول في البلاغ متاع ولقد اعتبر الاتحاد لحظة 25 جوليا فرصة تاريخية لتصحيح مسار ثورة طالما حمل لما فاعلوها الأصليون بقطف ثماريه وبالقطع مع حقبات الحيف والاستبداد ولكن بعد في بقية البيان يأكد النوع من ديسبسيون أو خيبة الأمل في أنه على مستوى المنهجية ساعة مسئلة الحوار مسئلة التفاوض مع الأطراف الاجتماعية في مختلف الملفات واللي الاتحاد يعتبر أنه اللي صار من 25 جوية لليوم ما يتلقمش مع رؤية الاتحاد وإلا حتى في علاقة بالاتحاد من حيث ما يسميه الاتحاد في البيانة متاعه استهداف النقابيين من خلال الإقافات والمحاكمات وغيره إضافة هذا على مستوى المنهجية العامة إلى الملفات العالقة بين الحكومة والاتحاد وفما حاجات جديدة تونارجعوا لها ولكن هنا خلي معتها بشكل دقيق نوصفه اشنية الملفات اليوم اشنية الخلافات اللي تنجم تكون بين الاتحاد والسلطة والاتحاد والحكومة في مرحلة كماليوم اللي يقرأ بلاغ الاتحاد إضافة لما يتعلق بالسياسات العامة والسياسة الليبرالية وما يسميه الاتحاد تفاوض سرا مع صندوق النقد الدولي والخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللي ما تغيرتش واللي هذا مسألة موجودة باستمرار في بيانات الواحد مية متاع الاتحاد مش كان بعد 25 جولية ولكن من قبل هذا هو التموقع متاع الاتحاد الجديد هو فيما يخص الملفات اللي أساسا كنا قرأوا البلاغ نلقاه إنه الملفات الحارقة متاع المرحلة الجاية وهذا يمكن لأكثر الحاجة تعنينا ثم أولا موضوع المؤسسات العمومية اثنين موضوع الدعم ولكن الجديد هو العودة لموضوع الأجور هاتوا نرجعه بعد شوية فيما يخص الدعم يعتبر الاتحاد في البلاغ متاعه إنه هناك رفع تدريجي للدعم تحت ما يسميه هو غطاء توجيه الدعم لمستحقيه ولي يعتبر إنه هذا الغطاء مضلل لإنه في الحقيقة اليوم الموضوع هو رفع الدعم وهنا الاتحاد موقف واضح هو رفض للتمشي الحكومي في مسئلة رفض الدعم يعتبر إنه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غلاء الأسعار التضخم اللي يعرفه العالم وتعرفه تونس يقول إنه الإجابة عليه ما تنجمش تكون رفع الدعم وهنا نلقاه روح نحن دجا في نقطة خلاف أساسية بين الحكومة اللي نعرفه إنه في برنامجها الاقتصادي فما رفع تدريجي للدعم سواء على المحروقات والطاقة وإلا على المواد الأساسية وهذا كان موجود في قانون المالية وتتبن نهاي الحكومة وفي المقابل رفض للاتحاد من الاتحاد للمسألة هذه هذه نقطة الدعم المؤسسات العمومية زادة كيف كيف نتذكر وإحنا تصريح مديرة صندوق النقد الدولي اللي قالت اللي هما فرحانين بإنه الحكومة توسية وحدها طرحة مسئلة التفويت في بعض المؤسسات العمومية وهنا زادة كيف كيف نلقاه فما رفض من الاتحاد لمسألة التفويت نذكروا إنه موقف الاتحاد هو إنه الحفاظ على المؤسسات هذه بما هي أو هو يعتبرها إنها ملك للشعب التونسي ومن الخطأ التفويت فيها ويعتبر إنه اليوم الخيار في التفويت فيها هو مواصلة في التمشيات الليبرالية اللي هو رفضها ورأس مالية المتوحشة بين غفرين اللي حارب فيها دونك زادة كيف كيف موضوع المؤسسات العمومية ذكروا إنه الاتحاد وحتى أمينه العام نوردين طبوبي من قبل 25 جوليا وأمام كل الحكومات كان يقولوا ذكروا كلمة شهيرة متع خط أحمر إنه التفويت في المؤسسات العمومية خط أحمر دونك النقطة هذه الثانية زادة كيف كيف هي نقطة خلافية كيف نربطوها بمشروع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والكلام اللي قدلت ومديرة الصندوق حاول تعاهد الحكومة التوصية بالتفويت في عدد من المؤسسات العمومية نعتبروا زادة إنه النقطة هذه باش تكون نقطة خلافية واللي يجمع بين ثلاثة نقاط هذه إنها نقاط هي نقابية ما ينجمش حتى حد يقول إنه الاتحاد خرج من المربع النقابي متاعه وهذاك عليش باش تكون فما فريمو معتها نقطة ساخنة في العلاقة بين الحكومة والاتحاد حول نقاط هذه نذكر بهم اللي هي الدعم المؤسسات العمومية والجديد هو موضوع الأجور هنا نقرأه البلاغ البيانة متاع واحد ما نقاب الاتحاد يقول إننا مصررون على أن تطبق الحكومة الحالية ما تم الاتفاق فيه حول تنفيذ الاتفاقيات القطاعية المبرمة وضرورة الإسراع في عقد الجلسة التقييمية للوضعين الاقتصادي والاجتماعي ومتابعة مؤشرات التضخم والغلاء والنمو وازدياد الفقر لمراجعة الأجور على ضوئها نحن نذكروا إنه عام ناون كان فما اتفاق متاع زيادة في الأجور بعد المفاوضات اللي صارت بين الاتحاد والحكومة واللي برشا شافوا فيها نوع من التفاهم من الاتحاد للوضع الاقتصادي نظراً لأنه الزيادات كانت أقل من نسبة التضخم وهذا بش يمكن من التخفيض في كتلة الأجور اللي نذكره هي زادة جزء من التزامات تونس وجاه صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية اللي تقدم دعم مالي لتونس ولكن المفاوضات هذه هي معايتها يتم الاتفاق على ثلاثة سنين اليوم الاتحاد بإعادة طرح موضوع الزيادة في الأجور هنا يرجع لنقطة أساسية اللي يجب نعود ونرجع ونقرأوا الاتفاق على خاطر هنا الاتحاد ما يفهمه من البيان هو أنه الاتفاق كان على عقد جلسات تقييمية بعد الزيادات في الأجور للنظر في مسئلة التضخم ومنسبة الزيادات مع التضخم اليوم يفهم من الكلام هذية أنه الاتحاد العام تونسي للشغل يقول أنه التضخم يصل إلى حد لابد معه من مراجعة الزيادة في الأجور للحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين هنا نجم نقول لك من غير ما نسئل طرف الحكومي قد يكون هناك مفاماش التجاوب اللي يستناهي الاتحاد نعرف الوضعية المالية متاع الدولة نعرف وضعية الميزانية نعرف اللي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي متعثر ما نتصورش أنه الحكومة وضعيةها المالية تسمح لها بالاستجابة إيجابيا لمطلب من هذا النوع من الاتحاد هذية أيضا يقعد نقطة للمتابعة في المرحلة الجاية ونعتبره النقطة الأهم في الخلافات الموجودة اليوم بين الاتحاد والحكومة واضح يأتيك صحة إيد بركة لو فيك